السلام عليكم انا معاكم ميس مونو من مدرسة منارة هليوبلس وان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل التشارت اللي هو الرسم البياني ولو طلب مننا في الريسورش بتاعنا ان احنا نحطه ازاي نعمله ونحطه بسهولة هنتكلم عن ثلاث انواع من انواع هيتطلب من حضراتكم كل واحد ان هو يحط just one chart لكن احنا بنتكلم عن ثلاث انواع في الفيديو ده عشان كل واحد على حسب ما هيتطلب منه يبقى عارف ازاي يعمل النوع المطلوب منه طيب اول حاجة هنعرفها ازاي نكتب جدول زي ده وبعدين نبدأ نحط البيانات اللي في الجدول ده في الرسم البياني انا هفتح file جديد اهو وحبدأ احط في الجدول بتاعي اول ما فتحت لقيت ان التجاه الكتابة بتاعي من اليمين فانا عايز اخليه من ناحية الشمال فحروح من هنا من فوق من عند حاجة اسمها left to right text direction هضغط عليها عشان ينقل لي مؤشر الكتابة ناحية الشمال هدخل من عند insert هقول له table وابدأ احدد ال table بتاعي بالشكل ده طيب حددت كده ان انا عايز ال table بتاعي four columns and two rows هكتبله هنا بيانات الجدول بتاعي اللي انا عايز اعمله الرسم البياني يعني هنا هقول له الير وهنا هعمل amount وانا بشتغل على مثال على انتاج مصر من الامح على مدار ثلاث سنين وليكن الفين وعشرة الفين وحداشر الفين واثناشر وطبعا ده على سبيل المسي طيب حاجة هنا الكمية اللي احنا انتاجناها في الفين وعشرة وكمية الفين وحداشر وكمية الفين واثناشر بالشكل ده طيب عايز اعمل البيانات دي رسم بياني تعالوا نشوف اول نوع عندنا اللي هو ال column chart اللي هو ده ده ال column chart طيب هخش هنا كده من عند insert هاختار حاجة اسمها chart وحده اختار النوع الاول اللي هو ال column chart ده الطعيب الاولين اول مقتولة column chart ظهر قدامي رسم بياني وظهر عندي كمان بيانات هو كتبها البيانات دي كتبها لي على سبيل المثال انا بمسح البيانات اللي هو كتبها وابدأ اكتب انا البيانات بتاعتي هاخد البيانات المكتوبة في الصف اللي فوق ده واكتبها هنا في ال column ده طيب هكتب له هنا بدل كلمة category 1 هكتب له 2010 تحتيها 2011 تحتيها 2012 طيب category 4 انا مش عايزها بقف عليها ودوس على delete من الكيبورد هنا هقول له ان انا عايزة amounts ال amount بتاعتي هكتب هنا الارقام اللي انا عايزة تظهر على الرسم البياني بتاعي بالشكل ده طيب اي data تانية مكتوبة انا مش محتاجها بعمل عليها select بالماوس وبضغط على زرار delete من الكيبورد طيب هنلاقي عندنا هنا حدود ملونة تحت هنا تحت الكتابة بتاعتنا هاقف اجيبها الحدود دي احركها من عند المربع الصغير اللي هنا ده احرك الحدود البوردرز ملونة دي تبقى على قد الكتابة اللي انا عايزها فقط ما ينفعش تبقى واخده مساحة تانية فضية على قد المساحة اللي انا كاتبها بس اعمل هنا close الاقي الرسم البياني بتاعي ظهر زي ما حضراتكم شايفين طيب هنا في التشارت title مكتوب عندي كلمة amount انا اقدر اغيرها واكتب التشارت ده بتاع ايه بتاع انتاج القمح انتاج القمح على سبيل المسال طيب ده كده النوع الاولاني من الرسم البيان خلينا نصغره شوية كده وتعالوا نعمل مع بعض النوع التاني طيب الطيب التاني اللي هو line chart بخش من عند insert وبعد كده بقوله chart وابدأ اختار line chart وقوله اوكي وزي ما اتفقنا احنا مش هيتطلب مننا نعمل التلات انواع كل واحد على حسب النوع اللي مطلوب منه هيبدأ يشتغل عليه طيب هبدأ فيه اللي هنا فيه البيانات بتاعة القلم ايه باكتب هنا الايه باكتب اليابز زي ما عملنا هناك بالزبط بالشكل ده وهنا هقوله ال amount ابدأ اكتب الارقام بتاعتي طيب وزي ما عملنا فيه الاوليني كل ال data الزيادة اللي مكتوبة انا همسحها وليزم لازم اعمل ايه كمان وليزم اخد ال lines الملونة دي اعمل بها برواس حوالين data اللي انا عايزها بس باعملها ازاي باقف هنا عند النقطة الصغنونة دي السكوير الصغير الازرق ده الاقي ظهر معي ال drag arrow اعمل click واسحبه كده بالشكل ده طيب اقف هنا الاقي برضو الرسم بتاعي ظهر بالشكل ده واتفقنا اعيز اغير ال chart title بعمل double click عليه وابدأ اكتب اللي انا عايزه بالعربي او بالانجلش بالشكل ده انا كده عملت النوع التاني من ال chart تعالوا نجرب مع بعض بقى دلوقتي نعمل كمان اللي chart النوع التالت التايم التالت اللي هو ايه اللي هو ال pi chart ال pi chart اللي هو ده بيكون شكله طيب بنفس الطريقة تقريبا ما فيهوش اختلافات كتيرة حاجي هنا حاجي عند insert وقوله chart اختار المرة دي pi chart وقوله اوكي طيب هكتب هنا ال years بتاعتي خلاص بقى هم كلهم بنفس الايه الطريقة مش هتلاقوا فيها مشكلة ان شاء الله طيب بعد كده هقوله هنا amount اكتب له ال years بتاعتي ال amount sorry انا اسفل بالشكل ده وال data الزيادة هنمسحها وحناخد ال lines بتاعتنا دي نطلع بيها الفوق على قد ال data بتاعتنا فيظهر عندي بالشكل ده واتفقنا ان انا اقدر اغير chart title بالعربي او بالانجليش بالشكل ده طيب لو جينا بصينا هنا على ال pi chart نفسه وحطلع هنا عند حاجة اسمها add chart element وحقوله لو سمحت انا عايز ال data labels اهو حقوله انا عايز ال data labels اقوله انا عايز اظهرها يكون شكلها center او تظهر هنا مثلا inside end اي ان كان بقى الشكل اللي انتو هتختروه outside end اي حاجة حيطلع لي ال هنا الارقام بالزبط على ال chart بتاعي طيب كده نبقى احنا عرفنا ازاي نحط الرسم البياني بتاعنا ازاي رسمنا table وازاي عملنا الرسم البياني باكتر منه على حسب النوع اللي يطلب منكم طيب اتمنى يكونوا استفدتم من الفيديو وان شاء الله يساعدكم تقدموا الابحاث بتاعتكم بطريقة سليمة والتوفيق للجميع اتمنى اتمنى لكم كل التوفيق يا رب شكرا